ربنا نجاه من حادث صعب كان ممكن ينهي حياته خالص مفيش اسعاف قدر يوصله عشان مش عارف يحدد طريقه كلامي هنا عن تامر يحيا مدير أعمال تامر حسني اللي اتعرض لحادث سير صعب جدا وهو على طريق العالمين فازاي مدير أعمال تامر حسني خرج من حادث السير ده بمعجزة ومين اللي وقف جنبه لحد ما وصل لبر الأمان وازاي قدر يكمل حياته بعد كل اللي حصل كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض حالا خليكم معانا حوادث سير الصعبة ممكن تحصل لأي حد فينا ودي حاجة خرجة عن إرادة أي حد عشان هي قدروا مكتوب وده اللي حصل مع تامر يحيا مدير أعمال تامر حسني اللي عربيته اتدغدغت على الآخر ده غير الخسائر وغير الإصابات اللي حصلتله التفاصيل مثيرة جدا والفيديو هيقول لكم على كل الحكاية برغم إن تامر يحيا مدير أعمال تامر حسني ربنا نجاه ورجع للحياة بأعجوبة إلا إن عربيته بازت خالص وتحديدا الجزء اللي قدام ولو أي عربية تانية مش بقوة العربية اللي هو ركبها كان مستحيل يخرج هو والسواء عيشين تامر شايف القدر هو أهم حاجة في الحادث ده وما فيش كلام ينفع يتقال غير الحمد لله على كل حال التجربة صعبة وشايف إن ربنا عمل كده عشان يفكره دايماً بوجوده في حياته وبتكون رسالة سواء ربنا بيحبه وبيفديه من حاجة أكبر كان ممكن تحصله أو لحد غالي عنده أو عايز يفكره إن فيه غلطة في حياته محتاج ينتبه ويصلحها يعني هو راجل عنده إيمان بتجارب ربنا ونعمه الكبيرة في حياته زي ما قال والحقيقة إن فيه جزء من الحسد في الموضوع شافه تامر يحيا لما قال إن العربية دي من يوم ما اشترتها وأنا شايف حاجات بتحصل لي فيها عمري ما شفتها من 27 سنة شغلي واركوب عربيات الساحل خلص واللي شايف حياته واللي زي على السوشيال ميديا جميلة وصهر وخروجات يجي يقضي معانا إسبوع ويشوف حجم الشغل اللي بنشتغله كل يوم وحجم الضغط النفسي والعصب اللي عايشين فيه واللي مفيش حد يقدر عليه أو يقدر يستحمله وقال إن الصور والفيديوهات اللي الناس بتشوفها دي جزء من شغله وجزء من حياته هو واللي زيه وده جزء صعب قوي وليه ضريبة جمدة قوي بيدفعوها من وقتهم وفلوسهم وصحتهم وأحيانا عائلتهم عشان دي طبيعة شغلهم اللي بيأكلوا منه عيش مش أكتر وتامر قرر مايركبش العربية دي تاني وغالبا هيبيعها خردة أو يتصرف فيها بأي شكل تامر يحيا ومحمد السواء اللي معاه ربنا نجاهم من كام ساعة ودي حادثة من أكبر الحوادث اللي عملها في حياته كانوا راجعين من العالمين وقت الظهر وفجأة لقوا عربية نقل قدامهم وقفة في نص طريق وادي النطرون في الحرة التالتة وكان قبلها بثواني بيحاول يشغل حاجة في الشاشة اللي قدامه فما كانش في كامل تركيزه على الطريق وماقدرش يفلت من العربية اللي هربت من مكان الحادث بسرعة عشان عارف إنه غلطان تامر ومحمد السواء ما قدروش ينزله من العربية غير بعد تقريبا ربع ساعة عشان فيه دم كم غرق العربية والمشكلة اللي عقله مش قادر يستوعبها إنه إزاي ما فيش ولا إيرباج فتحت وبيهدد إنه مش هيقدر يعد الموضوع ده من غير ما يلاقيله إجابة فنية عشان لو عرف إن ده خطأ فني مش هيسكت وهيسجن اللي صمم العربية بالطريقة دي عشان دي اللي كانت بسببها حياته هتنتهي أو يعيش بتشوهات في وشه طول عمره تامر يحيا بيعاني دلوقتي من نزيف جامد بسبب كسر في منخيره وقطع أخذ تمن غرز وقطع جوه بقه أخذ غرز تانية وشرخ في الصاق وغالبا هيعمل عملية في منخيره بعد خمس تيام وربنا نجى محمد السواء عشان كان حاطت حزام الأمان وما فيش عنده غير كدمات بالحقيقة إن صاحب العربية النقل هرب من موقع الحادث وقعدوا يطلبوا النجدة والإسعاف 17 مرة بس كانوا بيطلبوا منه إنه يحدد موقعه أو أي علامة مميزة في الطريق الصحراوي ووقتها كان بينزيف نزيف جامد جدا ومحتاج إسعاف وهو في طريق دولي وعد عليه أكتر من خمسمائة عربية بس للأسف والعربية فكرت تقف تشوف فيه إيه ويمكن ده من بشاعة منظر عربيته لأن الناس افتكرت إن اللي جواها ما بقوش من الأحياء حصل تواصل مع القريبين منه وراح مستشفى في وادي النطرون وبعدها مستشفى زايد التخصصي وبعدها مستشفى الرفايدة وخلص كل حاجة وربنا كرمه وخرج منها على خير وبيقول إن كان عنده رحلة الأمريكا النهاردة بس طبعا مش يقدر يسافر لمدة عشر تيام ولغى كل حاجة كل الحجوزات والطيران والفنادق وكمان أجل كل حاجة وشكر كل صحابه اللي وقفوا معاه وساعدوه واهتموا إنهم ينقلوا أفضل مستشفيات عشان ياخد أحسن رعاية وغرس تجميل ويتطمن على نفسه ومنهم هاني هانز وضياء سليمان ودكتور محمد السيد ودكتور أحمد نجمي وكل تيم مستشفى الرفايدة واخواته تامر حسني وحسام حسني ورمير اللي تابعوا حالته طول اليوم واعمد نبيل اللي شافه أخ حقيقي